بالنسبة سيد محمد إذا كنا نتناول ملف التأثيرات لهذه الحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا هناك تأثيرات مباشرة و هناك تأثيرات غير مباشرة سواء كانت تأثيرات سياسية أو سواء كانت تأثيرات اقتصادية سأبدأ بالهم الذي أشغل المواطن العربي وليس المصري في المنطقة العربية وهو التأثيرات التي تمس حياة المواطن العربي وهو لابد أن ينتبه المجتمع الدولي على المنطقة العربية هي جزء كبير من هذا الكيان ومن هذا العالم فهناك تأثيرات مباشرة تتعلق بالنواحي الاقتصادية في ظل هذه الحرب التي بدأت بالفعل هناك حرب سيد محمد اقتصادية عالمية بدأت بالفعل وليس حرب عسكرية عالمية ولكن التي بدأت وتم الإعلان عنها هو الحرب العالمية الاقتصادية وهي سوف تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن في المنطقة العربية أي كان تصنيفه المستوى الاجتماعي له سنتحدث عن ارتفاع سعر برميل البترول الذي قفض وتجاوز الواحد فاصل خمسة أي مائة وخمسة دولارات سيد محمد معنى هذا أن المنطقة العربية سوف تضرب بتضخم ونوع من التضخم المركب التضخم الأول هو الذي نتج عنه وتم الإعلان عنه قبل هذه الحرب فيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على المنطقة العربية وعالميا وتم الإعلان بأن هناك حالة من التضخم سوف تضرب العالم هذا أما الآن فالمنطقة العربية سوف تواجه التضخم مركب بتعلق به ارتفاع أسعار النفط ارتفاع أسعار الغاز ارتفاع تكلفة نقل البضائع من أوروبا إلى المنطقة العربية لأن المسارات في ظل هذه الاستهدافات العسكرية قد تغيرت وبالتالي سيتم تحميل على تكلفة السلعة التي يتم استراضيها وزيادة تكلفة المحفظة الاستراضية لكافة الدول العربية معنى هذا أن شبح التضخم المركب قد بدأ بالفعل لأن استمرار الحرب ومد عمد الحرب هو ضرب المنطقة العربية اقتصاديا بشكل مباشر ولا يستسنى دولة مهما كان ثراء هذه الدولة من الزاوية الاقتصادية سيدة عطا مسألة تعليق العمل بين نورد ستريم 2 بين الجانب الروسي والجانب الأوروبي ممثلا في الجانب الألماني كيف يمكن للمنطقة العربية سواء مصر أو قطر حل حالة هذا المشهد أن نتعلق بالغاز في رأيك الغاز يصل إلى أوروبا أولا بداية دعنا نتوقف أمام بالأرقام روسيا سيد محمد تمد الكانب الأوروبي بما فيها ألمانيا 37% من تلت الكمية التي تدخل أوروبا بالإضافة إلى النورويج والجزائر معنى هذا إذا كنا نراهن على بديل الغلق هذا الخط أن تقوم الجذائر أو النرويج أو أي دولة منتجة الغاز أن تكون بديلة للدب الروسي في تمويل هذا الرقم وهذه الكمية فهذا ضرب من ضروب الخال ويحتاج وقت وفترة زمنية فيما يتعلق بإعداد هذه الكمية ويوجد أطر لإيصال هذه الكمية وأعتقد أن الأوروبا سوف تواجه مشكلة اقتصادية ضعف المشاكل التي ستضرب المنطقة العربية لأنه إذا كنت تبحث عن بديل وخاصة أن البعض فصر لقاء جون بايدن بالشيخ تميم بن حامد رئيس دولة قطر بأن الغاز القطري سوف يكون بديلا وهذا صعب في هذه الفترة لأنها يحتاج استعدادات تكنولوجية واستعدادات تقنية تنطبق بنقل هذا الغاز وهذا صعب في هذه المرحلة لأن المشهد العسكري والمواجهات العسكرية تفرض حالة من الضبابية لا تستطيع أن تحدد قراءة كاملة في تحقق أن يكون هناك بديلا على أي حال عمل الوقت مهم ونترقب تلك التفصيلات